أهلا أعزاء المشاهدين برنامج ليكن نور حديثنا عن موضوع كتير كتير مهم شهادة الأنبياء للمسيح من هو المسيح ومن شهد عنه ولسيما في كتب العهد القديم في التوراة يسير الكتاب المقدس بتسلسل بتناغم وانسجام تام فلا يناقض بعضه في الكتاب المقدس كتب بفترة زمنية أكثر من 1500-1600 سنة طبعا بالروح القدس مسوقين بالروح القدس محمولين لهذا العمل العظيم من خلال أنفاس الله من خلال الإعلان والوحي أكثر من 40 كاتب ومن خلفيات مختلفة بثلاث قارات آسيا أوروبا وأفريقيا وطبعا بشخصيات متعددة منهم الملك منهم الحكيم منهم الفيلسوف منهم الراعي وكتاب آخرون والشيء اللي بميز كل هذه الكتابات محور واحد وهو شخص المسيح طبعا الكتاب فيه نبوات فيه تعليم كثيرة فيه شرائع فيه تقوس لأنه بيصير بتسلسل على مدار سنين عديدة ففي الفترة الزمنية بتلاحظ أنه لا يناقض العصر في الفترة الزمنية للكاتب أو الشخص بيتكلم عن هذا الموضوع واليوم أحبائي رح نشوف إثبات مهم أن هذا التسلسل وهذا التناغم ما زال يسير في الكتاب المقدس لتتميم المشيئة الإلهية والنبوات الإلهية والإرادة الإلهية بمجيء يسوع المسيح في ملء الزمان حتى يكون خلاص لكل البشرية ابقوا معي حتى نواصل في هذه الحلقة بعد هذا الفاصل القصير موسيقى